ماذا تعرف عن الطاقة الشمسية؟ تعد الشمس مصدر الطاقة الرئيس لجميع الكائنات الحية وتمثل مصدر الحياة على سطح الأرض إذ تستثمر الطاقة الشمسية في الزراعة وذلك باستخدام البيوت الزجاجية فعندما ينفذ ضوء الشمس عبر البيوت الزجاجية ترتفع درجة الحرارة داخلها وهكذا نحصل على أنواع الثمار المختلفة في غير مواسمها من خلال استعمال البيوت الزجاجية وكذلك يمكن استثمار الطاقة الشمسية في مجالات متعددة مثل السخان الشمسي لتسخين المياه أو لتدفئة المنازل أو تحويلها إلى طاقة كهربائية باستخدام ألواح الخلايا الشمسية التي تستخدم مجموعات منها لتغذية مجمعات سكنية وصناعية بالطاقة الكهربائية وتزويد الحاسبات الشخصية بالكهرباء حيث توضع ألواح الخلايا الشمسية على أسطح البنايات وباتجاه مقابل للشمس ولا ينصح بتشييد ألواح الخلايا الشمسية في الأماكن المليئة بالأشجار فالطاقة الشمسية هي نوع من الطاقة المتجددة التي لا يمكن أن تنفد لأنها مستمدة من الشمس وعلى الرغم من أن الطاقة الشمسية أخذت تتبوأ مكانة هامة ضمن البدائل المتعلقة بالطاقة المتجددة إلا أن مدى الاستفادة منها يرتبط بوجود أشعة الشمس طيلة وقت الاستخدام ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر